اشتركوا في القناة وقد رفع الجميع في بداية الاستقبال إلى المقام السامي لصاحب الجلالة أخلص التهني والتبركات والتمنيات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم معبرين عن عظيم فخرهم واعتزازهم بقيادة جلالة الملك المعظم الحكيمة وبما تحقق للمملكة بفضل نهجه السديد من انجازات حضارية وتنموية بارزة في مختلف المجالات والقطاعات التي جعلتها تحظى بمكانة رفيعة بين الأمم والشعوب المتقدمة متمنين ببالغ التقدير الجهود الكبيرة لجلالته من أجل تطوير علاقات المملكة مع مختلف دول العالم وترسيخ مواقفها المشرفة في المحافل والمنتديات العالمية وتعزيز دورها الرياضي في محيطها الإقليمي والعربية والدولي سائلين الله تبارك وتعالى أن يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد خطاه ويمتعه بوافر الصحة والسعادة ودوام العافية والعمر المديد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء المباركة التي تشهدها المملكة في عهده الزاهر وقد رحب حضرة صاحب الجلالة يده الله بالجميع وباد لهم التهنية بهذه المناسبة المجيدة موربا عن شكره وتقديره على مشاعرهم الوطنية النبيلة ودعواتهم الطيبة وأكد جلالته أننا مضون بعون الله في مسيرتنا الرائدة بخطة واثقة لتعزيز مكتسبات الوطن ورفعته وترسيخ مكانته العالمية وأنجازاته الريادية وتحقيق تطلعات شعبه الوفية ترجمة نانسي قنقر